استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح في قصر بيان اليوم معالي وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لويد جيمس أوستن والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حضر المقابلة معالي رئيس ديواني سمو رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز دخيل الدخيل ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين صلاح سليمان الحدد